نرجع للأهل مرة تانية كابتن جميل نروح شوية كده يعني البعض برضو كانت بتكلم ان ليه ما انطعمش الفريق الاول ببعض برضو الناشئين يكونوا موجودين ضمن الفريق يعني اسوأ مش شرط اساسي حتى لو بنتكلم عن بودلاء هل بتشوف حضرتك ده مناسب الفترة دي ولا انا عندي كافي من كل يعني لاعب ومركز وعندي كمان الاحتياط بتاعه زي ما بتقال مهمة جدا البطولة دي بصلاحة بطولة انا شايف اللي عملها طبعا يعني رابطة الاندية كل الاقترام ديها حاجة عظيمة ما في الشك طبعا ليه احنا طبعا في الظروف غير عادية الظروف الغير عادية طبعا في كورونا طبعا يا ربنا يا رب يقي البلد وان شاء الله ده موضوع ما ليزيد يا كافتن جمال بزضبط مشكلة انا لسه طبعا حتى اعرف المنشت ان منتخب تونس اعتقد فيه سبعة منهم عاري معلول طبعا كل الشفاء ليهم يعني انت هتبص تلاقي القيمة بتاعتك ممكن في مطش مثلا مباراة تونس تلاقي القيمة يدوم 16 لعيب 15 لعيب تبقى للظروف او تبقى للأعداد اللي موجودة فاعتقد الفتر اللي جاد ان شاء الله يا رب ما تحصلش حاجة ولكن انت عندك نواة من اللعيبة الناشئين والشباب تقدر تعتمد عليهم حتى لو 3 ا4 يدخلوا السكور يبقوا في قيمة البودلاء ياخدوا الثقة مع زميلهم اللعيبة لما يرجع لعيبة المنتخب والنادي الاهلي يكتمل اعتقد مجرد تدريبهم مع الفرقة في الفتر دي اعتقد انهم هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي وليه دي بتقلل نسبة احتياجاتك بداية كل موسم لما بحط احتياجات انا مثلا عايز راس حربة عايز بك يمين عايز بك شمال عايز نص ملعب هبص هبص الاول للناشئين اللي طلعت ايو اشوف عندي انا ايه المتوافر وبعد كده افكر ان انا اجيب فعلا الصفقات بعد كده الصفقات اللي بعد كده دي هتلاقيها فقدي الحدود مش هتبقى بقى خمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة لا الصفقات هتبقى في الحدود ايا كان كان الصفقات احترافية او صفقات مصرية فهتقلل جدا على قل الصفقات المصرية لعيب متربي عندي مش هيكلفني حاجة ابن النادي عنده حب النادي وعنده الروح القتلالة عالية والاسرار وعنده الروح النادي الاهلي زي اللي ظهر في مبارات الاسماعيل كويس جدا اعتقد ان الفترة اللي جاي دي هيبقى لهم تواجد بشكل او باخر ان شاء الله حلو جدا